السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة اليوم إن شاء الله سنشرح طريقة إضافة المعادلات الرياضية في برنامج الورد طبعا أنا كنت شغال على إحدى المشاريع طلبت مني أني أنقل كلام مكتوب بخط اليد إلى برنامج الورد وكان الموضوع طبعا في البداية سهل ولكن تضح أن فيها معادلات رياضية وعملية كتابة المعادل الرياضية في برنامج الورد كانت صعبة فأنا ما قد سويتها يعني كنت دائما في مشاريعي أنقل البيانات جاهزة إما تكون بالإنجليزي أو بالعربي فاليوم أنا أشتغل على البرنامج اكتشفت طريقة جدا سهلة في عندنا هنا طبعا أنت حابت تضيف المعادل الرياضية في عندنا كلمة إدراج تضغط على إدراج شايفينها هنا فوق في شريط المهام إدراج هتروح في الأخير تلاقي كلمة معادلة تضغط على معادلة طبعا هو هنا حط لك معادلات افتراضية طبعا أنا ما أفهم في المعادلات نهائيا اللي فاهم في المعادلات هيعرف في الأشياء هذه مثل طبق المثلثات توسيع تيلر توسيع نطاق الجمع صيغة تربيعية نظرية ثنائية الحد هذه طبعا معادلات جاهزة بس تقدر تعدل عليه لكن أيضا هنا مزيد من المعادلات تقدر تضيف معادلات أخرى ولكن الأفضل من هذا الكل واللي أنا اكتشفته وسهل علي شغلي هذا الخيار اللي هنا مكتب عليه معادلة بالحفر نضغط عليه تفتحنا عن هذا الشاشة هنا تكتب المعادلة بخط اليد عادي يعني مثلا هذا الحرف أنا أشوفه في المعادلات الكثرة باسم هذه الشوة حرف الواي وتحت الرقم نشوفه كيف كتبه لك هنا مثلا علامة هذه العلامة هذه أكبر من أو أصغر من نشوف كتبها هنا أي شيء تبغي تكتبه سيكتب لك هنا هذه العلامة توقع حق الجمع شايفين كتبها هنا كل اللي عليك بس تحاول أنك تحسن خطك عشان البرنامج يخمن علامة أو الدالة حق ترياضيات اللي أنت حاب تكتبها أنقل المعادلة زي ما هي هنا أكتبها بيدك كانك تكتب بيدك فهو هنا يبدأ يخمنها لك طبعا هنا تعديل وتصحيح أنت ممكن تحاول تعدل عليها ممكن ما تكون هذه العلامة التي تبغى ممكن تبغى العلامة هذه أو العلامة هذه لأنه أحيانا تكون متشابهة مثل هذه العلامة قد تكون أنت تبغى تحط علامة صح أو هذه العلامة إذا كانت هذه العلامة صحيحة طيب إذا فرضنا طيب لنفرض أنك أنت تبغى العلامة هذه وهي صحيحة كل اللي عليك أنك تجي هنا وتكتب إدراج ها إدرجها لك هنا طبعا أنا سويت مثال قبل كذا خلينا نمسحها نرجع مرة ثانية إدراج معادلة معادلة بالحبر نحط العلامة هذه مثلا أنا ما أعرف الشيء طبعا في المعادلات كثيرة إيش هي ممكن رموز في رمز كذا مميز ما فيه طبعا يساوي سهل لا تقدر تكتبها لا شوفه خمل لك من هنا فإنت إيش تسوي هنا تكتب تحديث هنا تكتب تحديث أو تصحيح إنت إيش تبغى تسوي علامة اليساوي ما يحتاج أنها موجودة سهلة فممكن تحط علامة أخرى هذا طبعا اليوم شرحنا لطريقة إضافة المعدلات الرياضية في برنامج الورد أتمنى أنكم استفدتم وأتمنى إذا ما أنتم مشترك في القناة تشترك في القناة ليصلك كل جديد وتضغط زر اللايك والسلام عليكم ورحمة الله